طيب العالم كله زي ما قلنا بيعيش تحت أزمات كمان اقتصادية كتيرة كل العالم وحكومتها بتعمل إجراءات وبنسبة عداء إجراءات صارمة وقصية علشان تواجه تبعات الأزمة اللي احنا عايشين زي ما شفتم الفترة اللي فاتت أغلب دول العالم اضطرت أنها ترفع أسعار الطاقة والوقود وإحنا متابعين بالزادة في أوروبا عندهم مشكلة كبيرة جدا يعني حتى الآن يقولك احنا هنعمل ايه في أسعار الطاقة وحنعمل ايه في الطاقة أصلا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية بالذات مع قدوم فصل الشتاء يعني لسه عندهم مشاكل كتير بعض الدول كمان كان عندها أزمات أكبر وكبيرة جدا في توفير الغذاء يعني أنه الغذاء يبقى متوفر وتبقى كل الحاجات متوفرة شفنا معاكم مؤرينة أكتر من مرة أن ألمانيا مثلا بتطالب الناس أنه يتوقفوا عن التخزين فرنسا نفس الشيء ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات مش موجودة يعني أنا كنت كتير جدا أضحك لما أوروبا يقولك ايه أنا مش لقي المكرونة دي أنا مش لقي الرز ده مش موجود يعني عندهم نقص في حاجات كتير كل ده بينعكس على العالم كله مش بس على أوروبا وعلينا احنا كمان احنا جزء من العالم أكيد علشان كده السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجه اليوم كلمة للمواطنين خلال ترقصه لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وبصراح هي كلمة جت في وقتها علشان نفهم كمان اللي بيدور حوالينا تصريحات كثيرة قالها رئيس الوزراء ولكن اسمحوا لي كده نستعرض معكم أهم ما جاء في كلمته وحتى علشان نشرح مع بعض اللي ما تبعش الكلمة أكد مدبولي أنه رغم تحريك أسعار الوقود بالأمس إلا أن مصر لا تزال أحد أرخص الدول في أسعار المحروقات وطبعا ويمكن وضح أن احنا أقل في عشرين دولة احنا من أقل الدول العشرين ووضح أن ميزانية الدولة لا تزال تتحمل أعباء الارتفاع العالمي في الأسعار لأنه أكيد احنا مع باقي الدول أشار أيضا مدبولي أنه متوسط سعر السولار على الدولة خلال الثلاث أشهر الأخيرة وصل إلى 11 جنيه للتر يعني الدولة كمان هي بتدعم وبتساعد في سعر السولار وأيضا يتم بايعه بستة خمسة وسبعين جنيه أي أن الدولة تتحمل أربع جنيهات وربع شدت مدبولي أيضا على أن الدولة ما رفعتش ولا زودت أسعار المنتجات البترولية إلى الضعف زي ما حصل في معظم الدول وده حقيقي حصل في معظم الدول أن الناس صحي بالصبح لقيت أنه الضعف زاد يعني الزيادة ماشية مع الحكومة بتحاول أنها تمشي بشكل معقول يتناسب مع يعني دخول الناس وأيضا مع الوضع الخاص بينا وشيرا كمان إلى أن السعر برميل البترول ارتفع من ستين دولار إلى مية وعشرين دولار بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية أكد رئيس الوزراء أن أقصى زيادة في أسعار تعريفة المواصلات لأنه طبعا نتكلم كتير النهاردة على المواصلات ستكون سبعة في المية سواء للنقل الداخلي أو بين المحافظات ووضح أن الحكومة عقدت اجتماع مجلس محافظين لمتابعة تطبيق الزيادة وذلك لطمأنط المواطنين طبعا لازم يكون في حركة واجتماعات ما بين المحافظين علشان يبقى فيه تنسيق خاص بالنسبة للأسعار رئيس الوزراء أشار أيضا إلى أن الحكومة أجلت زيادة أسعار الكهرباء لآخر السنة علشان تخفف العبء على المواطنين كان مفروض أن أسعار الكهرباء تزيد في نفس التوقيت لكن تم تأجيلها إلى آخر السنة علشان يبقى فيه كمان طمأنة ويبقى فيه كمان دعم وفيه سند للمواطنين كلنا في النهاية يعني مواطنين وشعب واحد والحكومة ما هي معانا برضو يعني بينطبق عليها نفس الشيء دكتور ماتبولي كمان يعني أشار وأكد أننا رغم كل هذا ما يعني لم نشعر بأي أزمة في الغذاء ودي حقيقة حضرتك النهاردة بتدخل السوبر ماركت أو بتسافر ناس كتير موجودة على الشواطئ على السواحل في أماكن كتير في مصر وأكيد مش حاسين بأي نقص في أي مخزون استراتيجي موجود عندنا كمان أكد أنه مخزوننا الاستراتيجي من السلع حتى اليوم وحتى اللحظة يكفي ستة شهور وأن الدعم التمويني هيزيد تسعين مليار جنيه رقم كمان الحقيقة وقف عنده سيد رئيس الوزراء أنا يعني اتخضيت من الرقم يعني إحنا يعني 250 مليون رغيف يوميا على مائدة المصريين رقم كبير جدا وطبعا الرقم ده بتدعمه الدولة حتى هذه اللحظة لو أنت بتتكلم على السنة كم رغيف فأنت بتتكلم على 100 مليار طبعا ده رقم كبير جدا فأنت تقدر تحط الأرقام دي جنب طبعا التعداد اللي موجود عندك فتعرف أن برضو الدولة بتتكلف كتير جدا يعني لو جيت قلت الدولة بتقدم الدعم فأنت الأعداد كبيرة جدا فبالتالي بتبقى فيها إرهاق كبير جدا على الدولة وعلى ميزانية الدولة وعلى الموازنة في الآخر في النهاية زي ما قلنا الأزمة بنقتسم إحنا هذه الأزمة مع العالم كله إحنا مش لوحدنا أنت لو فتحت الجرائد أو المواقع الإخبارية المختلفة الأجنبية والأمريكية وغيرها فحتلاقي كل يوم فيه تقارير خاصة يا إما بالتضخم يا إما بالأزمات وإزاي يحلوها وإزاي الناس تفكر لأنه في النهاية كلنا لازم نفكر ولازم نعرف نشوف هنعمل إيه ونتصرف إزاي